ثلاثة أسابيع متتالية من التساقطات المطرية كانت كافية لإنعاش آمال أكثر من مليون فلاح بالجزائر في تسجيل موسم فلاحي وفير ويحدث القطيعة مع ثلاث سنوات من العجاف أمطار غزيرة مرفوقة بتساقط كميات معتبرة من الثلوج على المرتفعات الشرقية والوسطى للبلاد تزامنت مع حملة الحرث والبذر ما من شأنه تحفيز الفلاحين على الزرع تحسباً لحملة الحصاد والدرس ماي المقبل الكميات المتساقطة دون انقطاع يأمل القائمون على القطاع الفلاحي في البلاد على أن تدفع بالفلاحين المتأخرين في حرث أراضيهم للحاق بالموسم الزراعي بعد تسجيل خسائر معتبرة في الموسم الماضي جراء تراجع المساحات المزروعة نتيجة الشح المالي وانخفاض معدل المردودية بالنصف في الهكتار الواحد وستكون شعبة الحبوب أكثر الفروع الفلاحية استفادة من التساقطات المطارية خاصة وأنها مست مناطق تشكل أحواضاً كبرى ورئيسية في إنتاج القمح القوت الأول للجزائريين وإذا كانت أمطار نوفمبر فألخير وجرعة أكسجين بالنسبة لمنتج الحبوب إذ تعطيهم فرصة ثانية لبعث محاصيل القمح فإنها أدخلت الفلاحين في شعبة الخضار والفواكه في سباق مع عقارب الزمن بالنظر إلى اعتمادهم على الزراعة الموسمية الآنية اشتركوا في القناة